السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد هنتكلم النهاردة عن مرض جلدي بيصيب فروة الراس خصوصا في السيدات فوق سن الخمسين او فوق سن الاربعين اسمه تليف الشعر الامامي او فرانتال فيبروزنج اول حالة تم اكتشافها كانت سنة 1994 كان دكتور استرالي اكتشف وقتها 6 حالات ووصف ان المرض ده نادر ولكن تم ان الموضوع بدأ انه يتزايد ويتم تشخيص حالات كتير عندها المرض ده ويقال والله اعلم ان فتن حمامة في اخر 3 سنين من حياتها جالها موضوع تلايف الشعر الامامي وانه ما تشخصتش وما تمش علاجها المرض ده واتلى ولحظتي لقدر الله ان فروة راسك من قدام بدأت انها تظهر فيها نقط حمرة لانه بيبقى معها زي حبوب حمرة على الجبهة والشعر بدأ يخف من القدام ومن الجناب والحواجبك بدأ الشعر فيها يقل مع ظهور طبعا الحبوب اللي في الجبهة بتبقى حبوب بيضة كده وصغيرة تحاول ان انت تكشفي عند اي دكتور جلدك في الاول بيكون سهل علاجه انما لو اهملنا فيه بيقدر صلع في المنطقة ده ويبقى صعب علاجه حتى ممكن مع زراعة الشعر متنجحش فيه فالتشخيص المبكر والعلاج المبكر بيكون مهم جدا في الحالة دي طب لقوا ايه الاسباب كالعادة مش عارفين ايه سبب بس لقوا ان فيه حاجات ممكن تساعد على ظهوره اول حاجة قالوا انه ممكن يبقى العلاقة لايه علاقة بالهرمونات لانه لقوا انه بيظهر في سن كبير يعني 40 سنة فيه ما فوق لحد 80 سنة بالناس مثلا اللي بتحط ميكاج على وشه وتنام بيه او كريمات معينة للوجه وتنام بيه برضو ليه لقوا انه بيزوده وفيه ناس قالوا ده فيه مادة موجودة في بعض الشاموهات هي اللي ممكن تعمل القصة دي او تساعد في ظهور التلايف الشعر الامامي طيب فيه حاجة مهم جدا لازم نفرق ما بينهم وبين تلايف الشعر الامامي عشان مش اي واحدة تقول ده انا عندي تلايف الشعر الامامي لا فيه حالات مرضية بتيجي في الشعر ممكن تشبه القصة دي اول حاجة بالنسبة للصالع الوراثي النسائي او تسقط الشعر الوراثي في السيدات بتلاقي ان هو بيحافظ على الهير لاين او الجزء الامامي من الشعر والشعر بيخف من وراء اكتر او بمعنى اصاح لما بتيجي تفرق شعرك بتلاقي ان فيه وسعة او فرقات ما بين الشعر بس من وراء مش من الامام تاني حاجة نفرق ما بينه وما بين سعلابة الشد وانا كنت نزلت فيديو عن سعلابة الشد بس ده بيجي في الاطفال الصغيرين نتيجة ان الام لما بتيجي تسرح لبنتها بيبقى عايزة شعرها متساوي ويكله راجع لوراء فبتحاول انها تشده او تعمل لها تسريحة او ده الحصان مجدود شوية فبالتالي الشعر بيبتدي ان هو يقطع من قدام ويحصل زي بيبهير كده وبيبقى برضو معايا وحبوب من قدام بس طبعا ده بيجي في السن الصغير وبيبقى موجود من الصغر مش بيبقى موجود على الكبر يبقى الرسالة اللي انا عايزة وصلها النهاردة لو واحدة لقيت ان شعرها الامام بيسرح الوراء بمعنى اصاحه وان الجابها بدأت انها تعرض او يظهر لها زي قورة على سن كبير شوية يعني من فوق الاربعين سنة فانا نصحها انها تكشف فورا عشان تعرف ايه المشكلة بالزبط وبالتالي يبقى حلها سهل يا رب يكون الفيديو عجبكم ومفادكم متنسوش تعملوا لايك وشير لي ولو لسه مشتركتوش في القناة يجب تشتركوا وتفعلوا جرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي وشكرا